انا نتكلم على المشهور مصري الله على اخلاقك يا صلاح يا مصلاح ايه عمو صلاح كعالكاف عمو صلاح كعالمصريين عمو صلاح طريقة غير مباشرة كعصاحب اللي معه في ليفيربول اللي وصل بارح لمصر اه صاديو ماني والمناسبة هي جائزاتها الافضل في افريقيا اللي غدا تسلمها اليوم الكافة نتكلم بالضبط على موقف عمو صلاح الله على اخلاقك يا صلاح ليش غبتي عيليش حكم انه يقولوا والله اعلم وصلاته شنية باناو صاديو ماني وريغ يديه ايش كتتسمى نقنيقة وصلاته تنقنيقة لا القديدة وصلاته وصلاته القديدة فمن بين يمكن من بين الاسباب وفعلا يعني وده بولاك يخرج الاسم بـ 72 ساعة الاسبوع بحكم انه الكاف اليوم في مدينة الغردقى لا حديثة الا عن جوائز الكاف وجائزة الافضل والاسم يعني القريب للتتويج بالجائزة الامر كتعلق بساديو ماني ولكن في المنافسة كين الجزائري رياد محرز كمرشح تالت لجائزة الافضل الغضب مصري حكم انه احتال المصريين كانوا كتسمى وخاصة المسؤولين في القطاع السياحي في مصر كانوا كتسمى الحضور ديال عمو صلاح ماذا؟ 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 لماذا قلت لك الغضب؟ فكرني فوح السيد اخو شنا هو؟ الله يلا فكرني فوح السيد اخو لا فكرني فوح السيد اخو اللي عرف لي انه ما غايد ديالشي ما كيجيشي ما كيغضبوش عليه احنا ما عرفتوش يا رعا تاري احنا عرفنا ايا عرفتو ولكن شنا هو اللي لكاعة اكتر واش واحد منظم الكاف الجائزة في بلاده وبلاده كي تسنوا الحضور دياله حتى لما تتوجتيش بهالجائزة كينما هو ترويس سياحي للبلاد صحيح؟ هادشي علاش حتى المسؤولين المسريين داروا داروا تزاء انهو من الضماع دنا والاسم من الاسماء الثاني هو انهو في بلاده فبلادهو مشاش الكافكعات بحكم انهو خصو يكون من بين الاسماء القوية المرشحة للتتويجي بالجائزة وغضب مصري وخاصة من المسؤولين في القطاع السياحي في مصر انهو عم مطالح مجاش واتشي داخل يقولوا في الكواريس دا تصويت المعلومات وصلت بانا ساديو ماني والولانيو من الموراه رياض محرز عاد مصالح هو مصالح هو مصالح حتى حتى تحنا عربية رياضية متخصصة مني عملت واحد صنضاش كيفاش هديك تصويت على ساديو ماني والصالشي 47% 47% يعني تقريبا قريب من النص ساديو محرشي 30% والباقيات محرشي 17% هو المشكلة هو انه سعيب انه ترالي بحلقه في بلاد وتهورة سعيب عليه موسيقى موسيقى